أقول لك حقيقة علينا أولا أن ننتظر ونرى كيفية سيكون الحال في أفغانستان الاستجال في إطلاق الأحكام على كيفية قيادة الوضع في أفغانستان أو كيفية تعامل الطالبان لأنه سينعكس بشكلة وبآخر عن المشهد العراقي المشهد العراقي قلت لك وسأكر أفغانستان ليس العراق والعراق لا شبيه ولا يشبه كثيرا من أفغانستان إلا بالوجود الأمريكي إذا أردنا أن نبتعد أو نقترب من المشهد الأفغاني علينا أن نرتكن إلى عدد من العوامل إن كان هناك برنامج سياسيا إصلاحيا في العراق وهذا لا أراه موجودا وإذا كان هناك توافقا اجتماعيا وعدم وجود خلافات بينية بين جميع الأحزاب وأحزاب السلطة الحاكمة في بغداد وهذا أيضا مفقود بسبب الإنقسامات وبسبب المصالح وبسبب الفساد السياسي والاقتصادي والكل يذهب إلى مصالحه وإلى منافعه المادية والفئوية الحزبية بعيدة عن مصالح الشعب والنقطة الثالثة والمهمة أنه لا زالت هناك السطوة ليس للدولة وإنما للميليشيات العاملة والفاعلة التي لديها القدرة على ذلك علينا أن ننظر أيضا إلى المشهد السوري كلما كان المشهد السوري أكثر عنفوانا وأكثر وجودا وأكثر تأثيرا على الأوضاع داخل سوريا كلما يتأثر مشهد العراق بذلك يبقى هناك ما نراه على كما قلت على الميدان الأفغاني الميدان الأفغاني إن كانت هناك ستحدث صراعات قبلية وصراعات اجتماعية داخل المجتمع الأفغاني قد تحدث أو لا تحدث وأنا أراها حقيقة في استقراء سوف لا تكون هناك هذه الأحداث سوف لا يكون هناك أي عملية تنقسامات قبلية أو مواجهات أو حرب أهلية الكل يذهب إلى بناء نظام سياسي هادئ يستفاد من التجربة السابقة التي مرت من 2001 إلى 2021 عاما لا ننسى عقدين من الزمن تتغير كثير من الأفكار تتغير كثير من المعطيات تتغير كثير من الوجوه هناك نظرة إلى كيفية قيادة البلد المهم الآن كما قلت السلوك الميداني يسعى للاعتراف الدولي كذلك علينا أن ننتبه إلى حالة معينة وأنا رأيها أن الاعترافات الدولية وهذا رأيي ستكون في الأيام القادمة أكثر الاعترافات الدولية والإقليمية بطلبان وبحكومة الطلبان لأنه فرضت واقعا حقيقيا لو رأينا أن هناك ترحيبات الترحيبات في بعضها حين تكون خجولة لأنه لا تستعجل الدول وتخشى على مصالح لكن هناك اعترافات وهناك لحد الآن لم يظهر أي بوادر سلبية على الميدان يعني لو نظرنا إلى وسائل الإعلام الآن التي تنقل جميع الأحداث داخل أفغانستان هل رأينا في أحد الولايات الأفغانية هناك خروج عن مواضيع تتعلق كما تدعي الإدارة الأمريكية الآن بدأت تهتم بحقوق الإنسان والآن بدأت تهتم بحقوق المرأة من اضطهد الشعب العراقي؟ من ضرب الشعب العراقي؟ من أضاع حضارة الشعب العراقي؟ ومن أضاع بلدا؟ البلدان التي تحتل التي تقوم بالاحتلال لا تبني الدول كما قلت وإنما تعمل على هدم تاريخ وحياة وحضارة بلد 2 مليون إلى 3 مليون من العراقيين غيبوا وقتلوا على يد الاحتلال وعلى يد الميليشيات والوكلاء التي سمحت لهم الولايات المتحدة أن يتمدد من خلالها النظام لأنه يستغل هذه الفرصة التي سنحت له بعد الاحتلال كذلك لنرى ماذا فعل الاحتلال الأمريكي عندما احتل أفغانستاني 20 سنة؟ لم يضيع كثيرا من أبناء الشعب الأفغاني أكثر من 250 ألف من الشعب الأفغاني ذهب ضحية الاحتلال الأمريكي الذي تتباك عليه الآن الإدارة الأمريكية هذه ليس الحقائق الحقائق الميدانية ستراها الولايات المتحة الأمريكية الانسحاب سيفضي إلى اعتراف دولي وتعامل إقليمي مع حركة طالبان سيفضي إلى علاقات اقتصادية واسعة الصين الآن تتوجه إلى عروض لبناء ما هدّى